اشتركوا في القناة في نص البريود أو اليوم العشرين أو الواحد وعشرين نتطمن أن البوايضة اللي خرجت دي بتقوم بوظيفتها كاملة أو سليمة وده لو قولي لا ببتدي أدخل في علاج للنص التاني من الدور ممكن تكون البوايضة ما انفجرتش ما حصلش انفجار للبوايضة الموجودة هو ممكن تنزل الدورة من غير ما تنفجر البوايضة دي من ضمن الحاجات اللي أنا ببتدي أقيمها بالسنار بطانط الرحم دي من ضمن الحاجات المهمة جدا شكل بطانط الرحم عندي هل هي شكلها كويس؟ الشكل اللي هو مناسب للإخصاب أو لدخول البوايضة أو أن الجنين أو البوايضة الملقحة أو المخصبة تتزرع فيه ولا لا؟ وده بتتعالج برضو لو فيها مشكلة؟ ولو فيها مشكلة بنبتدي نتعالج نتعمل معاه؟ تمامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا